نروح للحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيقولوا المسلمان يجهز ملف الراحلين عن الأهل في يناير هقول أنا لحضراتكم اللي ممكن يرحلوا عن الأهل في يناير هما بعض ركزت معايا في الكلام ده هما بعض العناصر الشابة اللي بتتمرن أو اللي بتتمرن مع الفريق الأول لقرة القدم في نادي الأهل في التتش فيه كم اسم كده مقتنع بيهم جداً مسلمان بس فراسهم في المشاركة تكاد تكون معدومة بالشكل منطق وطبيعي تبقى لقوة ودودة العناصر الأساسية اللي موجودة كلها أو القائمة كلها المقايدة في نادي الأهل تمام فبالتالي حيبقى إيه الحل الحل إن الناس دي تطلع عارات ويستفيدوا وياخدوا خبرات ويرجعوا لنا على بداية الموسم اللي جاي أو بداية الموسم اللي بعده نشوف الدنيا تبقى إيه لو مستوى وتقلقوا وبالشكل اللي احنا عايزينه أو الأهل عايزه حيكونوا موجودين معنا فيما عدا ذلك قد يحدث بعض المفاجآت ومش مفاجآت كبيرة يعني قد بس لسه ما فيش أي تأكيدات بأي حاجة ولا ما فيش أي قرارات نائية من مستر بيتسو موسيمين والتركيز بالمناسبة الفترة دي على إن موضوع إيه موضوع السوبر اللي وحيتلاق طيب انجهز نفسنا والدنيا تبقى ماشي الزهر وبينا يكرم الأحلي طيب الخبر ده بصراحة خبر جديد قبل اللي هو إيه قبل ما أقلب واجيب الخبر كهرب كل يوم تتكلم على كهرب لازم كل يوم أخبار على كهرب وأنا بشوف في الحقيقة إن الكلام على كهربا كتير لإيه لأنه اللعيب واسم كبير وفي نفس الوقت لأنه اللعيب داخل النادي الأهل بقى له فترة ما بيشاركش فبعضوا للناس في الحقيقة اللي بيتكلموا على كهربا وهنا بيقول لك حقيقة رحيل الكهربا على الأهل في المركات والشتوي أنا بقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة لغاية النهاردة هولو هو 4 ديسمبر 2021 كهربا مكمل مع النادي الأهل لغاية النهاردة لغاية النهاردة كهربا مكمل مع النادي الأهل كهربا موجود مع الأهل ممكن بعض الجوانب الفنية اللي عايزي ركز المسلماني معاه عليها في التدريبات فمستني إنه يجدها بالشكل الأمثل فيدفع بيه في قائمة النادي الأهل ومنسمى المشاركة في المباريات وهي وجهات نظر فنية ومدير فني حر في كل اختياراته لكن ده ما يقللش إطلاقا من كومية كهربا وده مش معناه أو ما يسويش إن الكهربا ماشي من الأهل رسم لأ لحد دلوقتي الكهربا موجود مع النادي الأهلي ولحد دلوقتي ما فيش أي قرار برحيله في يناير من قبل النادي الأهلي أو حتى من قبل اللعب نفسي تمام؟ فده توضيح بخصوص كهربا تعالوا نخش على الخبر اللي بعده وبرضه كهربا وإحنا متفرجين لمثل هذه الأخبار وبنحترم جدا اجتهاد أي صحة فيها وحساب مبتدع على تويتر بيقولك عاجل وخاص وكل حاجة في الدنيا لحظة حاسمة في مسير الكهربا مع الأهلي هم هنا تطرقوا في متن الخبر إن يعني كهربا حيبع عنده جلسة مع موسيماني وبنقل على الجلسة دي حيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص استمرار كهربا أو رحيله وبخصوص الدفع منه دفع بيه في المباريات من عدمه فيعني قد تحدث هذه الجلسة وقد لا تحدث ما فيش أي حاجة رسمية في الجانب ده تحديدا يعني لكن في كل الأحوال إحنا عنده العيد كبير جدا اسمه كهربا مركز جدا في تدريباتهم على الأهلي آه فترة دي أجازة لكن قبل الأجازة كان مركز بشكل كبير جدا وإن شاء الله أكيد حيكون ليه دور مع النادي الأهلي لأن إحنا عنده لطلاق كتير جدا على مدار الموسم بشكل كامل نروح للوطن سبورت يرد الهلال السعودي ما بعدش العرض رسمي تبقى لمعلوماتي الهلال السعودي ما أشتلش أي عرض رسمي لمحمد شريف الهلال السعودي اللي عنده أمانيجا اللعب المالي المهاجم المميز جدا وعنده جوميز المهاجم الفرنسي المميز جدا فمش ده مش تقليل محمد شريف طبعا لا العيد كبير أول مهاجم ومهاجم ده في الدورة المصر يعني آخر سنتين جايب حاجة وثلاثين جموم في الدور لكن انا بقول ان هما عندهم اتنين مهاجمين جمدين أهو فمش من منطق ان هما حيدعموا الخط ده ممكن يدعموا مراكز أخرى لكن حتى الآن اللي يهمنا ايه او القصة يعني في ايه ان ما فيش أي عرض رسمي جيلي محمد شريف وصل للنادي الأهلي ما فيش وحتى لو وصل أنا بشوف ان فيه صعوبة جدا وحضركم أكيد شايفين كده ان محمد شريف يخرج من نادي الأهلي أصلا سواء على سبيل الأعرى او على سبيل البيع النهائي ليه ببساطة لأن الأهلي نادي بطولات الأهلي عنده تحديات كبيرة كبيرة جدا جدا وعايز يفوز بيها ويسعد جماهيره وهو ده الهدف الأهم عند الأهلي في مختلف البطولات يعني فما فيش أي تفكير بخصوص استغناء عن أي عنصر من العناصر المؤثرة والهمة جدا بتشكيلة النادي الأهلي تعالوا روح للوطن سبورت برضو الوطن يعني برضو كامل احترام وتقديره للزملاء الأعزاء هما بيحبوا النوع من الأخبار اللي هي مصيرة شوية خليك تعالى إلحق اقرأ الخبر ده تعالى خش دس على اللين كده تفرج على الخبر تفهم؟ يعني دي مدرسة ما فيش مشكلة مدرسة فقال لك إيه أخبار الأهلي اليوم صدمة عمار حمدي وإلغاء معسكر الإمارات طيب خلينا بتدي من الأخر إلغاء معسكر الإمارات لم يتم الإعلان بعد بشكل رسمي عن إلغاء معسكر الإمارات ولا حيقام زي ما هو معروف ده لسه قرار خاص بالجهاز الفني والإداري وما بيشوفوا الأنسب إيه لمصلحة النادي والفرقة وفي الآخر هيتم انتخاذ القرار أما بخصوص عمار حمدي فالصدمة هنا تتمثل فيما هو مكتوب يعني في مطلق الخبر إن اللاعب متمسك جدا بالرحيل على النادي الأهلي وإنه عايز يمشي أعارة ورافض كل المحاولات إنه يتم الإفقاء عليه وكلام منه وأنا بقول لحضراتكم إن لحد دلوقتي ورده مفيش أي جديد بخصوص عمار حمدي عمار حمدي اللاعب موجود ومهم وفي حسابات موسمانية في حسابات موسمانية ده كلام مؤكد أنا بقوله لكم إنت الدفع بيه ده قرار مدير فني وبعدين المنافسة في قائمة الأهلي صعبة قوي وتقيلة جدا وكل اللاعبة بمستوى واحد فإنت متعرف مين هيلعب مين مش هيلعب مين ممكن الماطش الجاي تلاقي فجأة حد عمار بيلعب ممكن تلاقي مثلا أي حد تاني بيلعب فده بسبب إيه وإن ده اللي يدل عليه يدل على إن الأهلي عنده قايمة قوية جدا جدا من اللاعبين فحنشوف إلي ممكن يحصل بخصوص الجزئي دي كما وضحت الحضرات